دكتور فريد يعني احنا ممكن في التعريف العام عند المصريين وكثير من الشقاء العرب يقدر يعرفوا ايه حركة النهضة يعني ايه حركة سياسية اذات اصول اخوانية وهي اخوانية وتبع الولد وتحورت الى ان وصلت لكن من هو الرئيس قيس سعيد عشان نفهم اللي حصل من هو الرئيس قيس سعيد هو مواطن تونسي بالدرجة الاولى رجل وطني بامتياز رجل قانوني بامتياز استاذ قانون دستوري استاذ قانون دستوري وهو يدرك جيدا دواليب اللعبة السياسية وكذلك حتى السياغة القانونية لذلك كل ما يتكلم عليه الآن من حيث القرارات التي تصدر من رئاس جمهورية ومن رئيس قيس سعيد لابد ان ندرك ونفس الجدل القايم ان كل قرارات قيس سعيد هي قرارات سيادية داخلية وكذلك لها شرعية الشعب قرر وهو جسد قرارات الشعب واختيارات الشعب من خلال هذه القرارات تستطيعات الرأي يعني هو تحظي في البداية بأكثر من 93% أكثر من 93% والآن حتى لو نزل لكنه لم ينزل عن 65% لم تنزل لم تنزل شعبيته بل ازدادت لأنه اتخذ قرارات كانت جريئة نوعا ما موضوع الملفات التي يفتحها الآن ومحاسبة المفسدين وإحالة بعض الشخصيات البارزة على القضاء والمحاسبة سواء الجنح التي يتكلمون عليها الآن أو حتى الملفات التي ستفتح بما يخص التسطر على الإرهاب والجماعة السرية لحركة الإخوة. والفساد والتحريب كل هذه الملفات ستفتح لاحقا غير هذه الاتهامات الآن على مستوى المحكمة الإدارية الابتدائية. كل هذه القرارات جاءت جريئة في فترة استثنائية هو الذي أوجدها وهو يبني خطوة جديدة لتحرير القضاء أولا من هيمنة الإخوانية التي كانت تهيمن عليه لأن عملية التلاعف للانتخابات كانت في 2011 و2014. وبالتالي كانت تسطر على كل هذه الجرائم والجرائم الفساد وعلى الجرائم الإرهاب والاغتيالات بشكري بالعيد ومحمد إبرامي. كل هذه الجرائم تم التغضية عنها والتسطر نظر لأن دخول القضاء في التجذبات السياسية. الرئيس قيس سعيد وطنيته انتمائه لدولته المحافظة على سيادة. لم يكن ينتمي إلى أحزاب من قبل؟ لم يكن له ولاءات إلى أحزاب. الولاء الوحيد له هو لدولة تونسية للغة العربية. هو رجل ظليع في اللغة العربية. وكذلك هو رجل يعرف من أين تؤكل الكتف. الحرب ضد جماعة تجذرت منذ عشر سنوات في النظام التونسي. لا بد أن يكون رجلا فقيف في القانون الدستوري. يعرف كيف يتم محاربتهم بالقانون. حتى لا يتم تصنيف هذه الدولة بالدكتاتورية وغير ذلك. لذلك هو الآن فتح بعض الملفات. والملفات لشخصيات بارزة. ولكيانات اعتبارية. لأن الاتهامات أو استدعاء رشد الغنوشي أمام المحكمة الجناحية. ليس اتهاما لشخصه. بل للكيان الذي يمثله القانوني.